مرحبا بكم في هذا الفيديو المباشر عبر الفيسبوك اللي قلنا الليلة إن شاء الله سنتحدث فيه عن حراك الريف والنفس المتجدد اللي ظهر هذا اليوم في أكثر من نقطة وليس فقط في المغرب بل حتى في خارج المغرب بالتأكيد أن المتابعين لهذا الملف لاحظوا اليوم بأنه مع التضييق اللي قام به المخزن على كل يعني أصلا فكرة التنظيم مسيرات في الذكرى الأولى لاستشهاد محسن فكري هذا الأمر يعني تطور ليصبح الآن مسيرات كبيرة خاصة في أوروبا اليوم طبعا نظمت مجموعة من المسيرات في روتردام في باريس في مالاقا في نقاط أخرى وإن كنت يعني لم أذكرها ولكن هناك حركية كبيرة عاشها المشهد هذا اليوم بالموازات عدنا أيضا إلى الانقطاعات في اللايف فيعني بالموازات أيضا هناك كان كر وفر بين الناس اللي أصروا على تنظيم مظاهرات أو مسيرات في المغرب وتحديدا في الحسيمة في همزورن في الناظور في الرباط حيث أقيمت الوقفة تضامنية أمام البرلمان إذن هناك حركية كبيرة لحراك الريف بالرغم أن المخزن الآن يحاول طبعا ربح الوقت ومحاولة إضعاف وإنهاك الناس اللي حاملينهم الاستمرارية في هذا الحراك لكن بالتأكيد أن النتائج تأتي عكسية يعني كل ما كان التضييق كل ما كان المنع كل ما كان استعمال وسائل القمع في حق الناس خذنا إليكم إذن مجددا طبعا يعني هناك كل ما كان التضييق كل ما كان القمع كل ما كان استعمال اللا قانون لأنه كيف هذا المخزن اللي طالب الآن بتطبيق القانون وبالاندباط إلى القانون واستعمل هذا السلاح أي السلاح القانون في كل في حق كل من أراد أن يطالب بحقوقه هو أول شخص يخرق القانون مثلا هل هناك بند قانوني يمنع التنقل بين مدينة ومدينة؟ هل هناك قانون يمنع أنك إذا بغيت تسافر إلى مثلا إلى الحسيمة ولو في أي وقت من الأوقات وهل يعني هناك قانون يسمح لك أو يمنعك أنك تسافر لهذه المدينة؟ هذا الاستعمال الانتقائي للقانون هو أيضا اللي استعمل أيضا ما بعد الإعفاءات اللي تمت في حق بعض الوزراء وبعض المسؤولين وهون بغيت نتحدث عن رؤية أنا إذا أعود من قلتاني لهذه الخطوة خطوة الإعفاء بدون المحاسبة من يعني نقرأ البلاغ الدول الملكي بخصوص إعفاء أربعة وزراء ينتحدث أو يتم الحديث كثيرا عن مشروع منارة المتوسط وكيف أشار كثير من المهتمين بملف حراك الريف إلى أنه بدل أن يتم الحديث عن التنمية في المنطقة عن الصحة في المنطقة عن الطرق في المنطقة عن الشغل يتم حصر الملف في منارة المتوسط بالرغم أن هذا المشروع هو مشروع سياحي والمشروع السياحي طبعا مهم للاقتصاد لكن بالتأكيد أنه هناك جهات وراء هذا المشروع وستستفيد من هذا المشروع والدليل على ذلك أنه هناك بعض الوزراء اللي حضروا التوقيع الاتفاقية بحضور الملك وقعوا بدون ما يعرفوا ماذا يتضمن هذا المشروع بدون ما يقرأوا هذا المشروع وبدون أن يبدوا رأيهم في هذا المشروع لكن الذي حدث أنه الآن تم تحوير النقاش إلى مشروع منارة المتوسط واختزال كل مطالب الناس في أنها يعني هي مرتبطة فقط بمشروع منارة المتوسط والإعفاء هذا الإعفاء ألا يتطلب أنهم حتى يدخلوا السجن كيف دخلوا الزفزافي والمهداوي والآخري والله هذا السجن هو فقط للناس البسطاء لما عندهم أشخاص يدفع عنهم في محيط الملك أو في دوالب الدولة الخفية أو العميقة هل هؤلاء المسؤولين لا يتحملوا الآن مسؤولية ما يجري في المنطقة من احتقان واعتقالات وأسر منشردة وموزعة بين السجون وأوضاعها الاجتماعية يعني هؤلاء المسؤولين اللي عفيتوهم هكذا وقلت لهم الله يعاونكم بدون أن يتم محاسبتهم وهم معروفين بأنهم أصلا كانوا عليهم ملاحظات يعني محمد حصات كانت عليهم ملاحظات منذ أن كان والي لمور راكش وبعد أن كان أيضا في وزير الداخلية وتم نقله بطريقة غابية جدا من وزارة الداخلية إلى قطاع التعليم وبدأ في الاستضام مع هذا القطاع ونساء ورجال هذا القطاع وصمتت الدولة أيضا عن كل ممارساته في حق تلك الفئة وفي النهاية يتم إعفاؤه وانتهى الموضوع بالنسبة لنبيل بن عبد الله هناك المجموعة من الملاحظات التي تسيروا منذ أن كان في وزارة الاتصال وهناك مجموعة من الأسماء اللي تنتقدوا بالفيديوهات وتكشف يعني خبايا هذا الرجل والمصالح التي كان يدافع عنها وفي النهاية هو أيضا يعفى بدون أي محاسبة حسين الوردي أيضا اللي وجهت له انتقادات بأنه يدافع عن القطاع الخاص في قطاع الصحة وأنه لم يطور أداء قطاع الصحة برغم أنه يعني يشتغل لولاياتين هو أيضا لم يتم أو لم تتم محاسبته العربي بن الشيخ اللي عمر لعقود في قطاع التكوين المهني واللي شكل أخطبوط كبير من الصفقات وتمرير المال العام لأصدقائه ولجهات حرصت على أن يبقى في منصبه لأكثر من 25 سنة فهذا الشخص أيضا بدل أن تتم محاسبته تم إعفاءه قالوا له سير الله يعاونك علي الفسي الفهري اللي يعليه ملاحظات على أداءه في مكتبي الماء والكهرباء واللي نادات العديد من الأصوات بإقالته من قبل حتى هو أيضا إعفاءه بدون أي محاسبة وبدون ما يذهب لهذا السجن اللي فيه حتى هو الزفزافي واللي فيه المهداوي واللي فيه جلول واللي فيه حمز الحزين واللي فيه عادي البداحي واللي فيه مراد القرطومي واللي فيه كل الأصوات اللي اللي استنكرت الفساد في المغرب هذا السجن فقط يعني معدل لهؤلاء الأشخاص ولكن ما هو سجن لا يحتضن سراق المال العام والوزراء اللي يتلاعبوا بمصالح المواطنين وبحقوق المواطنين هذا ما يمشوا إلى السجن هذه المقاربة الانتقائية للقانون تعكس ماذا؟ تعكس أنه هناك استبداد متنامي وهذا الاستبداد لا يستفيد من الوقائع اللي تحدث ولا يستفيد من الأحداث اللي الآن تجري في المغرب للي وقعت في زاقورة ومن العيب والعارة أنه في 2017 لازلنا نتكلم عن العطش وعن حاجة الناس إلى الماء في المغرب في مقابل أننا نتكلم عن مشاريع كبيرة في شمال المغرب أو نتكلم عن تي جي في أو نتكلم عن الطرق السيارة أو نتكلم على إفريقيا أو نتكلم على آسيا وبينما نحن عندنا الناس ما عندها حتى لما تشربوا وحينما انتفضت تم اعتقال أبنائهم هل لي توبعا بقانون الجنائي هل لي هو قاسر هل لي مسكين يعني حتى أهلوا ما عندهم الإمكانيات باش يتنقلوا بين السجون وزاقورة ورغم ذلك لن يتم حل المشكلة وحتى الصحافة اللي تكتب إعفاء عامل زاقورة عامل زاقورة لازال يمارس مهامه هل الإعفاءات الآن تتم فقط في الفيسبوك هل دولة تشتغل فقط بالفيسبوك بنشر مقالات تتحدث فيهم بأن أقيل المسؤول في الفلاني والزلزال الفلاني وهناك قائمة أخرى من الإعفاءات والزلزال سيشمل قطاع معين وهذا كل شيء لا في الفيسبوك أما على أرض الواقع لا شيء تغير عامل زاقورة لا زال في مكانه ولم تتم إقالته إلا في الفيسبوك وأبناء زاقورة لتحدثوا عن معاناتهم من العطش لأنه من أصعب الأشياء أن الإنسان ما يقد يصبر على حاجات أخرى لكن ما يقد يصبر على الحاجة إلى الماء موضوع آخر آسل لمسيرتين الآن كانت إحداها الباريحة واللي شاركوا فيها حوالي 500 شخص وهو عدد أقل من المسيرة التي نظمت في وقت سابق حسب مصادر من عين المكان آسا توحدت على إظهار أو إيصال صوتها على أنه آسا فيها فقط الشرقية فيها فقط الريح فيها فقط الحرارة لخلات الناس تنادي بأن هذه المدينة خاصة تعود مدينة حقيقية منين هي التنمية؟ منين هما الطرق؟ منين هو الماء؟ منين هي المؤسسات التعليمية اللي في المستوى؟ منين هو العمل بالنسبة للمعطلين اللي كل نهار تواجههم العصى في المدينة؟ منين هي آفاق؟ الآفاق الاقتصادية لهذه المدينة اللي من حد تجول فيها يعرف عنها مدينة فقط بالاسم عمالة فقط بالاسم وليست عمالة كيف العملات الثانية العمال اللي تعينوا على رأسها يجوا فقط باش يستغناوا ويشرحتهم البل ويطلصهم في الصحراء ويراكموا الثروات وعاقب ذاك يغادروا مدينة آسا وهم عادوا مليارات أو ملياردات إلى جانب مجموعة من المنتخبين اللي يشاركوهم في هذه الجرائم ناهيك عن ملف الإنعاش الوطني اللي كم من مسؤول اغتنى بيه وعدل بيه ثروة الأوضاع في أكثر من منطقة لا تبشر بالخير وتؤكد لأنه سياسة المخزن اللي حاول دائما يجمل الصورة في السنوات الماضية واللي يحاول أنه يماطل هذا الشعب المسكين اللي لا حول له ولا قوة في مهاجهة كل آليات الدولة اللي تراوهوا اللي تقمعوا أحيانا هذا المخزن ما زال ما بغى يستافد من أخطاعه وكل ما مارس سياسة الهروب إلى الأمام فإنه لن يحصد إلا المزيد من الخسائر نذكر أيضا بوجدور اللي تعيش حتى أيضا البطالة وملف الإنعاش والتموين تموين المخيمات اللي يتلعبوا فيه مجموعة من المسؤولين وخاصة في القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية في عمالة بوجدور يعني ما كاين نقطة واحدة في المغرب ولا قرية واحدة في المغرب ولا مدينة واحدة في المغرب لا يعني لا تعيش نوع من أنواع الفساد ونوع من أنواع الاستلاء على حقوق المواطن الصحة ما هي صحة التعليم ما هو تعليم البنيات التحتية ما هي بنيات تحتية الشغل غير متوفر الإعلام كارثة الاقتصاد احنا معرفين بماذا أو على ماذا شيد الاقتصاد المغربي فلذلك لا تستزعوا بتصريحات مسؤولي الجوار اللي كشفوا الحقيقة الرياضة كارثة قطاع الشباب عوض أنه يعطى لوزير شاب عنده نظرة استراتيجية أعطية فقط أيضا لوزير مقرب من أخنوش وفي حزب أخنوش وهذاك المسؤول اللي يسالوله أيضا نحو مليار سنتيم من الدرائب وهو مسؤول متهرب من الدرائب وقرأنا هذه الساعة قبل تشكيل الحكومة على أنه عيون الحموشي تنجز تقارير على كل وزير قبل تقديمه ضمن لائحة المرشحين للإستوزار وضحكنا من 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 يعني استخفاف هذا المقال بعقول الناس إذا كانت عيون الحموشي قد أنجزت تقارير عن هؤلاء الوزراء فلماذا لم تكشف التهرب الضريبي لهذا الوزير واللي عين على قطاع مهم وقطاع حيوي وقطاع فيه ميزانية كبيرة إذن هون نحن نتحدث عن فساد عام وفقط أنه بعض المناطق عندها الجرأة على أنها تخرج للشارع وتعبر عن استنكارها للفساد اللي موجود في 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 مدنها أو في مناطقها ولكن هناك مناطق أخرى لم تتجاوب بعد مع ما يجري في الحسيمة أو ما يجري في زاقورة أو ما يجري في بوشدور أو ما يجري في آسا ولكن بالتأكيد أنه آه هذا هذا التواصل الكثيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة اللي أرادت الدولة المغربية إسكاتها وإخراسها والتضييق عليها وحذف غالبية المواقع الإلكترونية وليبقى على صحافة تنشر مثل بعض يعني بعض الأخبار حينما تقرأها تضحك لبلادة من كتبها أو لمن أعطى الخبر لتلك الصحيفة أو لذلك المواقع من أجل نصره فاليوم ما يجري يدق ناقص الخطر ويؤكد على أنه سياسة العصاء لن تحل أي مشكلة وأن الحوار هو مطلوب عاجلا وتطبيق القانون يجب أن يكون عاجلا على الجميع ودون أي استثناء وانتمنى أننا نقرأ خبر واقعي على محاكمة وزير وسجنه في سجن عكاشة وجرد ممتلكاته وكشف الجلسيات الأجنابية التي توفر عليها أما الإعفاء والغضب على المسؤولين في ذلك شيء لن يغير من الواقع ولا يوجد شيء منظومة سياسية عبر العالم كنتسمعت شيء منظومة سياسية فيها بأنه الملك غضب على الوزراء أو أنهم لن يستوزروا مستقبلا هذا يعني أضحوك تبين يعني مدى استخفاف المخزن بعقول المغاربة لأنه غضب أو ما غضب هذا لن يغير شيء من الواقع الدولة التي يجب أن تكون مبنية على أسس قوية ومتينة لا تبنى على غضب أو لم يغضب أو تبنى على أنه يمنعون من تحمل المسؤولية مستقبلا كان بإمكان أن هذا الأمر يبقى سري ويعطى إلى الجهات التي تختار سيفيات المسؤولين أما نشرها في بلاغ وإعطاءها للمستهلك هكذا فإنما يبين بأنه هناك ارتباك حقيقي وأن الطريقة التي يبحث من خلالها المخزن للخروج من هذه الورطة ليدخل نفسه فيها عن طريق استبداد وعن طريق إظهار أنه دائما هو الأقوى وأن لا أحد يستطيع تركيعه حتى ولو كان على حق وهذا ما يتجلى بشكل بسيط جدا في قضية الآن اللي عندها خمس سنوات حلها بسيط في الوقت السابق كان حلها أبسط لا يتطلب سواء نصف ساعة في الماضي لكن أني أنا اللي نكسب القوة وأنا هو اللي نتحكم وأنا هو اللي نعطي الآمر وأنا هو اللي نمنع وأنا هو اللي نقطع الراتب وأنا هو اللي نعزل من وظيفة العمومية وأنا هو اللي نعطي أنا هو اللي نعطي التعليمات للأمن الوطني وأنا هو اللي ممكن أني نتحكم في كل شيء هذه الآن هي اللي خلات الموضوع الآن يصبح معقد أكثر مما مضى ولا الحمد لله لن تضيع المعنويات لن تقف المعركة ستستمر بحول الله وإن تخل المتخليون عن القضية وإن تحدث بعضهم عن التخوين وكال من التهم ما شاء وعبر عن وقاحته في انتقاد أفكاري الشخصية لأن أفكاري الشخصية هي أفكاري وملكي أنا وأنا لن يعني أقوم بالدخول إلى حساب أي شخص ومحاولة انتقاد أفكار أي شخص لماذا؟ لأن أفكار كل شخص هي ملكه وهو المسؤول عنها هو اللي يتحمل نتائجها وهو اللي اتخذها بناء على معطياته الشخصية فما يمكن أنا نجي نفكر بدلا عن حد ولا نجي نفتع لحد شنو يعدل وشنو اللي ما يعدل لأن طبعا أنا أعرف بأنه من هو داخل أسوار المغرب عارف بأنه في محيط ليس فيه الحق والقانون وأنه ممكن يكون ضحية لخطابه فلذلك يتمسك بخطاب أنا وحدوي أنا ملكي أنا كذا وذاك أمر يعني كل شخص لكن ليس من حق أي شخص أنه يجي ويعطيني الدروس فيما يتعلق بقضيتي أو يكتب الأشعار ويبدع على أساس أنه هو عارف بقضيتي أكثر من عرفي أنا بها شخصيا أو الأشخاص اللي يكتبوا التدوينات يمينا وشمالا ويشرحوا ويظهروا اطلاعهم على موضوعي بينما هم ما هم عارفين منه حتى 0.01 من الموضوع لأن قضيتي أنا عشتها شخصيا ولازلت أعيشها بكل نجاحاتها وبكل إخفاقاتها وبكل معاناتها أنا اللي عشتها شخصيا حتى نعاشها حد بعيد لكنه ليس كمن يعيشها بشكل بالثانية وربما أقل من جزء في الثانية اللي يبغى يخون يخون اللي يبغى ينساحب ينساحب اللي يبغى يعبر عن أراءه مرحب بيه اللي يبغى يقول الوقاحة هذه قدل على شخصيته فهذه كل الأشياء لن تقف هذه المعركة بحول الله ومعركة ترهي حتى هي تتجلى أيضا في معارك الناس الآن اللي الطالب بحقوقها في أكثر من مكان إنما الفرق أنها هي الدافع عن حقوقها بشكل جماعي وربما عندها معاناة مختلفة وعندها إكرهات مختلفة وعندها ربما شكل آخر من التضامن في قضيتها بينما عظمو خلتنا نعاني أحيانا فرضيا ولكن كائنين الناس اللي ساندوا سواء بفكرة سواء برأي سواء بانتقاد وهذا كله يطور المعركة إلى ما هو أفضل اليوم لابد من الاستمرار في المعركة بدون المهمية والدحرام ما هو مشكلة ما عندك مشكلة رحمة الله يرحم بها والديك يعني كل كل الأشخاص اللي يسبوا الوالدين هذا معناه أنهم أن والديهم ما ربوهم على احترام الناس الكبار يعني من يقول لك الله ينعى الكذا وينعى الكذا هذا فقط يدل على أنه هو لم يتربى أو والديه ما ربوه على احترام الناس الكبار ممكن أن تنتقدني أنا شخصيا ممكن تقول الكلام في حقي اللي بغيت لكن والدية لازمك تحتار بهم لأن والدي ربوني على احترام الآخر وعلى عدم قول الكلام القبيح للآخر وعلى احترام الناس الكبار وتقديسهم لذلك ما تقدر توصل لا أمي ولا أبي اللي الحمد لله ناس معروفين بين أهلهم علىهم ناس خير ما هم ناس الكلام الساقط فالكلام الساقط يدل على ملاه لكن إلا تعتقدوا بأن الكلام الساقط أو الكلام اللي فيه ما فيه من التدني الأخلاقي أنه لا يوقف المعركة أو يثنيني عن الإيمان بأفكاري وعن الإيمان بعدالة قضيتي فأنتم واهمون وضيعوا وقتكم ويدل على أن اللي سخركم هو يشبه لكم حتى هو في تفكيره لأن المخزن اليوم حينما يحاول التفاف على حقوق الناس والالتفاف على أبسط متطلبات الناس باستعمال العصى واستعمال الفيسبوك والتعاليق القدحية فإنما يدل على أنه قاسر في التعاطي مع الموضوع ولا يستطيع أنه ينزل من برج العاجي من أجل مناقشة القضايا بالحوار أنه مستعد للحوار مع أي كان فيما يتعلق بأي قضية من القضايا لكن الحوار وليس السب والشتم والسب والشتم يدل على أنه إنسان تربى في بيئة بعيدة عن بيئة بيئة الإنسانية شكرا لكم على المتابعة وانتمنى نكون قد أجبت على بعض تساؤلاتكم فيما يتعلق بحراك الريف إن شاء الله وسنواصل الفيديوهات في المستقبل مع قضايا أخرى وإلى الملتقى بحول الله شكرا لكم